قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم شاهد آخر تصريح لمدرب الأهل المصري قبل مواجهة الويداد في نهاي دور أبطال أفريقيا لا يصدق غضبة من الأهل المصري بالسبب زيارة الرجراغي والقجع لتدريبات الويداد قبل النهائية مدرب الويداد فاندينبروك مشيدا بزيارة الرجراغي للاعب الويداد كان متواضعا ومفعما بالتقى ويتكلم بصيغة نحن كجزء من الفريق والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زيارة الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار شاهد آخر تصريح لمدرب الأهل المصري قبل المباراة النهائية ضد الويداد أقار مارسل كولار مدرب الأهل المصري أن استقبل فريقه لهدف في آخر دقائق المباراة في ذهاب نهائي عصبة الأبطال أمام الويداد رياضي أمرا محبطة وقال كولار في الندوة الصعفية الخاصة بالمباراة الإصابات وارتكاب الأخطاء عوامل تحدث في أي فريق بالعالم وهو ما حدث مع لعب الويداد أيضا في لقاء الذهاب ووصل يبقى هذا جزء من كرة القدم ودوره وتوجه وتأهل اللاعبين والذي ما يكفي من الخبرة لفعل ذلك صحيح أن لاعبا ارتكب خطأ لكن لاعب الويداد ارتكبوا أيضا أخطاء خلال الهدفين المسجلين وتابع مدرب الأهلية ما أزعجني في تحكم لقاء الذهاب هو عدم منح بطاقة حمراء للاعب الويداد بعد مسكه الكرة بيدها رغم وجود أربعة حكام لكننا لم نقدم أي اعتراض على حكم المباراة وأكمل حديثها استقبال هدفين ضد مجرى اللاعب وفي الدقيقة السادسة والثمانين يسبب بعض الإحباط وهذا شيء طبيعي لكنني تكلمت مع اللاعبين في غرفة الملابس وما سأضمنه لكم هو أن الفريق مستعد لتقديم مباراة كبيرة غدا واختتم خرجنا من المباراة الأولى فائزين ومنافسون هو من يحتاج للفوز وهو من عليه الضغوط ونتمنى أن نحقق غدا نتيجة إيجابية ونعود بالكأس لا يصدق غضبة من الأهل المصر بالسبب زيارة الرجراجي والقجاع لتدريبات الويداد قبل النهائي أبدى الإعلام الموالي للأهل المصر غضبه من الزيارة التي أقدم عليها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع ومدرب المنتخب الوطني المغربي وليدر جريغي لتدريبات الويداد ونشرت المصادر ذاته صور لفوز القجاع وهو يمازح لعب الويداد في جو عائلي مستغربة في الآن ذاته لغياب هذا المشهد عن تجمع الأهل المصري وكشف المحلل المصري عمر مصطفى عن إسيائه لرؤية الصور قائلا أنا محبط لأننا نعيش في مجتمع رياضي ملوت وأضاف في الوقت الذي يزور فيه الرجراجي وفوز القجاع لتجمع الويداد إحنا في مصر ما زلنا نعمل هاشتاغات استفسار لاتحاد الكرة عن أسباب وراء عدم نشره لمنشورة تهنئة عن نجاحة الأهلية وختم قائلا هذه النقطة فيها بحر تفاصيل كثير كلها محبطة ومن أبرز التعليقات على زيارة القجاع كتبت المحلل المصري أمين صالح فوز القجاع كان في زيارة للفريقي وأيضا وليد ريجراجي وغياب تام لاتحاد الكرة المصرية المستمر في ملف الإخفاقات وتعاود فوز القجاع على دعم الأندية الوطنية قبل أي استحقاق قاري بل خاصة مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة كم من مرة لفريقي الرجاء والويداد مدرب الويداد فاندين بروك مشيدا بزيارة الرجراجي للاعب الويداد كان متواضعا ومفعما بالتقاوي يتكلم وبصيغة نحن كجزء من الفريق أشهد سفين فاندين بروك مدرب الويداد الرياضي بالزيارة التي قام بها الناخب الوطني وليد ريجراجي للفريق الأحمر رفقت رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهل الحسابية بنهاي عصبة الأبطال وقال فاندين بروك في ندوة الصعفية الخاصة بالمباراة التقينا بالناخب وليد ريجراجي وكان متواضعا وودودا معنا تحدث معنا وكان مفعما بالتقاوي يتكلم بالصيغة نحن كجزء من الفريق وتابع لقد أحببت تواجده ورئيس الجامعة فوز القجاع لم نتحدث في الجانب التكتيكي وإنما عن الجانب التحفيزي تجدر الإشار إلى أن الويداد سيستقبل ضيفه الأهل غدا الأحد على أرضية ملعب محمد الخامس انطلق من الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة المغربية بسبب الأهل المصري توجه تهمة باطلة لفوز القجاع وجه بعض الإعلاميين والمحللين المصريين تهما خطيرة وغير مقبولة لفوز القجاع تتعلق بتأثيرها على نتيجات مباراة الويداد في المصابقات القارية قبل إجراء مباراة العودة وأشار هؤلاء أن لفوز القجاع نفودا واسعا في الاتحاد لفريق الكرة القدم إلى درجة تحكمه في تعين طاقم تحكيمي مفضل للفريق المغربي بحسب ادعاءتهم ومن بين تصريحات غير المباررة ما كشفه رضا عبدالعال لاعب سابق ومحلل في برنامج البريمو على قناتين والذي قال على الأهل أن ينسى فرصته في المغرب لأن تسيمة سيأخذ مباراة اعتزاله وهناك أمار أخرى ستكتشف وأضاف بسخرية يمتلك الوداد ما ليس لغيرها إن لديهم فوز القجاع من جهة أخرى أترت هذه التصريحات والاتهامات السنكران في مصر والمغرب فقد رأى البعض أن من المخزي الترويج للشائعات والإدعاءات الباطلة واعتبروا أنه ينبغي التركيز على المناقشة العقلانية والمنطقية وتذكير الجميع بأن نتيجة المبارات ستحسم على أرض الملعب وليس بواسطة الأقلام أو الأبواق الكاف يرضخ لضعط الوداد قبل مواجهة الأهلية أقدمت لكم في درالي الأفريقية لكرة القدم على تعيين مسؤول أمني تاني لمباراة الوداد ضد الأهل المصرية الأحد المقبل 11 يونيو 23 برسم إياب نهاي دور عبط الأفريقية بعد احتجاج الفريق الأحمر على تعيين المصر إبراهيم محمد للإشراف على التنصيق الأمني للمباراة ذاتها وكشف مصدر المسؤول أن الكاف كلفت إيمانوي المتنامي من الزينبابوية للإشراف على التنصيق الأمني للمباراة بين الوداد الرياضي ضد الأهل المصرية وأوضح المصدر ذاتها أن المسؤول الأمني الزينبابوية سيكون مكلفا بإعداد التقرير النهائي للكاف عن نهاي دور عبط الأفريقية فيما سيتولى المصر إبراهيم محمد مساعدته دون أن يكون له أي دخل في التقرير على اعتبار أنه مصري والأهل أحد طرفي المباراة النهائية وكان الوداد الرياضي لكرة القدم قد احتج على تعيين المسؤول الأمني إبراهيم محمد للإشراف الأمني على مباراة الوداد الرياضي ضد الأهل المصري الأحد المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء يشار إلى أن مباراة الدهب بين الفريقين انتهت بفوز الأهل بهدفين لوحدة وشهدت في نهايتها أحداثا لا رياضية اتعرض لعب الوداد لرشق بالقننات من قبل جماهير الأهل المصري إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم شاهد آخر تصريح لمدرب الأهل المصري قبل مواجهة الوداد في نهاي دور أبطال أفريقيا لا يصدق غضبة من الأهل المصري بالسبب زيارة الريقراغي والقجاع لتدريبات الوداد قبل النهائية مدرب الوداد فانديمبروك مشيدا بزيارة الريقراغي للاعب الوداد كان متواضعا ومفعما بالتقى ويتكلم بصيغة نحن كجزء من الفريق والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار ترجمة نانسي قنقر